على امتداد هذه الصحراء وعلى وقع الاشتباكات العنيفة يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمهما في محافظة شبوة فالمحافظة التي تشهد مواجهات متقطعة من حين إلى آخر في مناطق بيحان وعسيلان آخر مناطق تمركز الميليشيا بالمحافظة يسعى الجيش الوطني جاهدا لإنهاء تواجد الحوثيين فيها في ساعات الماضية أحبط الجيش والمقاومة في مديرية عسيلان وتحديدا في منطقة طوال السادة محاولة تسلل للميليشيا على أحد المواقع غرب هجر كحلان الاشتباكات أدت بحسب مصادر ميدانية إلى مقتل عدد من قيادات الميليشيا بينهم القيادي شرف علي جاهم المكنى بأبو جهاد إلى جانب اثنين من مرافقيه وإصابة آخرين وعلى بعد كيلومترات من عسيلان شهدت مناطق تابعة لمديرية بيحان اشتباكات بين الميليشيا واللواء السادس والعشرين التابع للجيش الوطني ما أدى إلى سقوط عدد من الحوثيين بين قتيل وجريح تستميت الميليشيا في الدفاع عن مواقع تمركزها في مناطق من مديريته عسيلان وبيحان في محاولة لصد أي اختراقات للجيش باتجاه محافظة البيضاء المجاورة موسيقى